صباح القدس صباح القدس للعبور ولا عبور إلا بالسلاح وإعادة تأكيد الحضور قالها محمد صلاح فمصر لا تخرج من الحرب ولو قيدوها بألف اتفاق مصر الزغلول وعبد الناصر وطلعت حرب لا تعرف النفاق فهي مثل النيل في الطوفان تأتي من دون استئذان لتقول لا تيأسوا من الانتظارات لستم وحدكم في وحدة الساحات وأول الغيث من السماء كما أول الغيث من سيناء وكلما اشتدت المقاومة في فلسطين ارتفع منسوب الحضور عند المصريين ومثلما خرج ذات اليوم سليمان خاطر خرج محمد صلاحي خاطر والعنوان واحد أن مصر لا تبيع والنبض عائد يعلن سقوط التطبيع أما الكيان الذي ينام على حرير الاتفاقات ويعتبر أن مصر في حال سبات فقد جاءته الرسالة مدججة بالرصاص أن مصر باقية على العهد بإخلاص فلسطين أمانة والتخلي خيانة وعندما تدق الساعة فإن مصر تأم الجماعة ومثلها الحال في كل بلاد العرب وموعد الحسم قد اقترب لأن التوقيت على ساعة فلسطين يقطع الشك باليقين وكلما ارتفع منسوب الشهادة تسارعت ساعة المواجهة وبالطبق فلسطين القيادة وقضيتها في الواجهة لا تحجبها الألعاب والفتن ولا إغراق الشعوب في المحن ومن لا يصدق فلينظر إلى اليمن